السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلاب بريبتو. كل سلام طيبين. وآآ فصل دراسي. آآ سعيد. آآ طبعا آآ النهار ده ان شاء الله هنبدأ في اول لسن في مادة الجيومتري اللي معظمكم ما بيحبوهاش. وطبعا اكيد وانت داخل تانية دي اكيد سمعت كلام اتقلك من حد من العيلة حد سأبك حد زميلك حد قريبك حد جارك. انه آآ فيها آآ صعوبة شوية فيها آآ الجيومتري بتاعها ارخم شوية الالجيبرا بتاعها ارخم حوارات من دي كتير. آآ اولا بس كده اولا بس كده آآ في كلام لازم نقوله لك طبعا انا عارف في معظمكم ما بيحبش الكلام الكتير بس الكلام المهم علشان ما تقعش في الخطأ التسعين في المية خمسة وتسعين في المية من طلبة اللغات طلبة اللغات مش طلبة تانية عادية طلبة اللغات بتقع فيها. ايه هو بقى? تعالى بس نتكلم الاول عن بريبتو في الجيومتري من الصعب. من الصعب خالص. كل حاجة بتبقى سهلة بس بالمذاكرة. في شوية حاجات كده انت بتمشي عليها. لما بتمشي عليها وتكون حاطت نفسك معايير بتمشي عليها صح? سدقني هتجني كل ده. اصلا ما ينفعش انك تكون عايز تحب المادة وانت اصلا يعني ما ذكرتهاش. ما ذكرهاش بالمذاكرة الشنكوتي. يا دي مذاكرة الشنكوتي. دي انا مثلا ايه? عايز ابص كده وحل. انا عايز انا ما ذكرت ما حلتش على الدرس انا ارفان من المادة اصلا. يعني انا حتى مش بقدم السبت عشان الاقي الحد. لأ انا ارفان من المادة. ده في حد ذاته اصلا. يعني هيأ مخك يقول لك مخك مش هيديلك. مخك مش هيديلك مش هيساعدك في حاجة. في المجمل هل يا ترى المادة كبرت عن اه طبعا اكيد انت كل ما بتكبر مرحلة كل ما بتلاقي المادة بتكبر منك شوية. هل يا ترى صعبة? مصعبة. بس لو سبتها ركنتها تبقى صعبة. طيب في حاجات لازم ان تمشي عليها. اول حاجة كل حاجة بتبقى سهلة. كل حاجة بتبقى سهلة بس بالمذاكرة. وما فيش حاجة ملهاش حل. انا كامش في المسائل. انا بتكلم عن مشكلتك. ما فيش حاجة ملهاش حل. كل حاجة ولا حل. وعاود نفسك لو انت حسيت او لو انت اصلا اثرت في المادة او في اي مادة في المادة دي او في اي مادة عاقب نفسك. عاقب نفسك. ولو لقيت نفسك اه شاطر في المادة وبتجيب فيها درجات عليها كافئ نفسك. انا عن نفسي في شغلي ولا في حياتي بعمل كده. لما بكون مأثر في حاجة بعاقب نفسي. بعاقب نفسي بقلة النوم مثلا. مش هنامل لما خلص اللي انا اهضرت الوقت علشانه. ما عملتوش. فانت برضو لازم ان تعمل كده. لازم ان تعاقب نفسك. مش تعاقب نفسك انك تغبط ماغك في الحيط ولا تجردها ولا الكلام ده. لا طبعا ما ينفعش. لا انا بتكلم على عاقب نفسك انك مسلا تاخد من ساعة نومك. علشان تخلص اللي وراك. المهام اللي وراك. تعني اتكلم في المادة المادة. سدقني سهلة جدا. بس بالمساكلة. وانا همشي معاك حاجة بحاجة. مش هسيب لك حاجة. سداني مش هسيب لك حاجة. همشي معاك خطوة بخطوة. اه مش هتحتاج حاجة. وهتلاقي الموضوع معاك سهل جدا بس. فيش وقت حاجات هتتقال في الفيديو. اه اه لازم انت تعملها. يعني انا مسلا بديك تعليمات بديك مهام لازم انت تعمله. لانا انا مش بقول لك كده ما كان وخلاص. وخلي بالك خلي بالك برضو برضو. سهل جدا ان في الفيديو اعمل لك فيديو طويل. واشرع لك في بس تيجي تبص تلاقي نفسك بعد نهاية الفيديو بعد ما ضيعت وقتك لها نفسك مستفدتش حاجة. وقتك ضع. قلت لها نفسك مستفدتش حاجة. انا مش هعمل كده. لان انا خاف على وقتي وخاف على وقتك. انا مش عايز يعني اقول اي كلام في الفيديو. وفي الاخر اضيع وقتك. وفي الاخر تحسب عليها ان انا مسلا يعني شرحي مش كويس. خلاص? طب ايه بأى الغلطة اللي بيقع فيها خمسة وتسعين فيهم من تربط اللغات? ان هو بيبدأ في التاني اعداد الشغل بتاعه بيقل. في تاني اعداد الشغل بتاعه بيكلف والاعداد الممكن يكون شاطر. كويت. وردى عن نفسه. ویدخل في تانية اعداد يتلاقي الشغل بتاعه يل. قل لكسلا عشرة في المية. ويدخل تالت اعداد يلاقي الشغل بتاعهي قل لعشين في المية. لما يخلص تالت اعداد يلاقي نفسه بيقول Nós هحول عربي. هحول سنة وعام عربي. وده الغلطة بتاعت تسعة وتسعين في المية كمان. مش خمسة وتسعين في المية من طلبة اللغات. اسأل كده اي دفعة كده بتالت اعدادي ودخل تقولها سنة. العدد قليل جدا من هم. آآ اللي بيكمل آآ اللغات والباقي بيحول عربي يام ما بيشوف له مصلحة تانية بيتشعبت فيها. تانية اعدادي مهمة جدا في الجيومتري بتاعها. اساس انت عندك لسن. يعني فقولها سنوي اساسي. يعني فقولها سنوي اساسي. تانية اعدادة مهمة جدا. انت اللي انت اخده فقولها على فكرة شوية كشور في ده انت اخدت كشور عن المسائب. تانية اعدادة فيها معلومات كتيرة. فيها شغل كتير. ولا ان شاء الله مش هتاخر عليك في الفيديوهات. ممكن انت لقي الدرسة نزل لك النهاردة الجيومتري نزل لك النهاردة الشرحة وبعدها بشوية بعدها بشوية مش هقول لك بعدها بيوم. بعدها بشوية تلاقي حل تمرير معاصر نزلت وراء. خلاص. فتعالوا نسمي الله. ونبتدي. وزي ما قلت لك سيب نفسك خلاص. يعني سيب نفسك ما تشيلش اهم. ما تشيلش اهم خليه علينا. خلاص? خلي عشرة في المية فهم من عندك. وتسعين في المية عندنا. تمام? خلاص? يا لك انا توقع الله. اول لسن عندنا هنا مهمة جدا. في الجيومتري اسمه ميديانز اف تريانجل. يعني ممكن نقول what is the meaning of ميديانز. تعال كده اه نرسم مثلا وليكن مثلا هنا عندنا تريانجل سيقول لكده. ده تريانجل. فنقول مثلا تريانجل اكس y z. ميديانز هي عبارة عن line segment. line. draw from vertex of the triangle to midpoint of to the midpoint of the opposite side. يعني هي عبارة عن عن ايه? line segment وليكن مثلا زي ده كده. من عند ال vertex. to midpoint opposite sides. to midpoint opposite sides. خلي بالك midpoint. هنقول مسلا هنا ان اه او او ام او لا بلاش ام. هنقول هنا ال midpoint ال y z. what is the meaning of midpoint? يعني ايه midpoint? ال midpoint ال y z. معنى كده ان ال y l. length of the y l equals length of the l z. for example the length of the y z. لما قولك length of the y z equals 10 cm. يعني length of the y z equals 10 cm. يبقى لما يكون هنا عندي هنا ال midpoint del y z. يبقى xl is a media. media يعني اسملك هنا ال triangle two equal parts. يعني اعمل divide the triangle two equal parts. وهتكمل عليه كمان في في second there. two parts دولت او two triangle دولت بيكونوا equal in area. ده هتاخده في اه second there. يبقى انا عندي هنا ان لا? طب انا ممكن برضو ارسم كده line segment from y to midpoint ال x z. مش 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 ايه بتيجي من عند ايوة. طب كده تمام انا ممكن اعمل كده بالزبط. انا ممكن اعمل كده from y to x z. to midpoint ال x z كده. مثلا هنا ايه البقى. مثلا هنا ايه البقى ايه البقى. الاي البقى لان кноп bowl im where you are going with a. اه بكس ز patterns To midpoint ال xy. ممكن ενвест بقى يبقى الميدين بيكون فين? بيكون من عند الخلي بالك لازمة نيجي من عند البرتكس. خلي بالك لازمة نيجي من عند البرتكس. بس مش هيجي من 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 عند ال او من عند لازمة نيجي من نيجي من عند البرتكس. بيكون من عند البرتكس بيكون من عند البرتكس. البرتكس. يبقى التاني كده. مهمة قوي او هي ان دي جاي من عند مية من عند ايه كمان? لازم يكون في في تلو جبت لاحزينا هتلاقي هنا ان تريانجل احنا رسمنا هنا عملنا هنا فعلشان كده سؤال مهم قوي يقولك يعني اي نوع من تريانجل عندك مسلا آآ ايتيج اي تريانجل بيكون عندي ميديان مهم قوي اي تريانجل مهم قوي اي تريانجل بيكون عنده ايه سري ميديان مهما قوي احنا قولنا هنا بيكون عند الجيدين استطرقتة لو قلت لاحظ ركز بقى معايا فاللي جاء ده بقى عشان مهم الى هنا بيعمل هنا intersection at this point intersect at this point يعني بيتقابلوا في الى point عاديه مستوى لأ مش عادي لا الى point ديت لما يكون عندك الى point ديت لها name اسمه ايه انترسيكشن point of the median يبقى الpoint دي دايما السيمبل بتاعتها بتكون M معظمها يعني بس مش لازم يعني بس معظم مسائل الpoint دي النم بتاعتها انترسيكشن point of the median مهمة مهمة انترسيكشن point of the median انترسيكشن point of the median انترسيكشن point of the median ممكن كما كمان تعال كده بقى ايه نشيل ده كده عشان يبقى ايه الموضوع واضح ونشيل ده بردو نكانسل ده لده الليته. انا عند ديها هنسيب ديها. ركز بقى معايا في اللي جاي ده. دلوقتي لو انجلت قلت لك ان الان والم هل يضطر الانت شايف ان الاكس ام اكولز الام ال? هم? هتجد بوصد vl. طبعا او بجع تقول اوه. ما نفعش? لو جبت لحزة تلاقين الاكس ام يعطوار حليقة طرد ده صدفة? لأ مس صدفة. خلي بالك. خلي بالك ان ال کوينت او 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 ديها ان ذا معني بتقسمها بتقسم المديند انترسكت او دفايد بيقسم المديند انزا ريشيو بيقسم المديند انزا ريشيو 2-1 from the vertex خلي بالك قلتلك ريشيو انا قلتلكش اللينس وركز بالله عليك دو ريشيو يعني ايه يعني اللينس ال-xm length of xm equals double ml برضو يعني ايه يعني لو قلتلك ان اللينس يبقى لا ينسوا في ال-xm هيكون ايه double two times the four equals the eight سنتيمتر تبدأ مستر يعني يعني ايه وان مهتود دي ريشيو دي يعني نسبة يعني ايه يعني مسلا يجي يقول لك ايه باباك يجي يقول لك ايه انت هتاخد قد اختك مرتين باباك يجي يقول لك ايه هتاخد قد اختك مرتين اخد كام يعني ما انت هتاخد قد اختك مرتين كام يعني ما هو انت هتاخد قد اختك كام ما دي ريشيو دي نسبة تقسيم. لازم لازم يكمل الجملة. يقول لك مسلا اختك هتاخد مسلا تين باوند. يبقى انت هتاخد ايه? توني باوند. هي دي الفكرة. ركز بالله علي. طب سؤال لك انت لو جيت قلت لك انا عايز او ال اكس ال. ريشيو اف ال اكس ال. هتكون كم? ال اكس ال ال اكس ال اللي هو بتاعته بتكون بسري. الراشيو بتاعته بتكون سري. اه. الراشيو بتاعته تكون سري. الا درسه خلص. كشارحه خلص. خلاص. فقدت بقى انك تحيل الاكسامبلز وتحيل الكويتشنز كتير. يبقى دلوقتي انا عندي هنا شوف. بيقولك هنا. خلي بالك بدالك هنا من عند البيس. ارجع كان الرسمك كده هتلاكتك تبص. هنا بقول لك هنا فروم زا بيس يلبس اللي هو ال وايد زياد. اول ما يجي يقول لك فروم زا فيرتكس. ايبقى ال البرز الو الراس ديت بتاخد دابل تو تو وان. ركز عشان لما منيجي نحلها بلا شنفسك مش فاهم. خلص. تبقى تو تو وان. فروم زا فيرتكس. وان تو تو. تمام كده؟ تمام. تعال اشوف هنا كده بقى. بيقول لك ABC is a triangle. لازم ان تقرأ وتفهم ماشي. and the M is the point of intersection of its median. الimmediate بيقول لك هنا intersection point of its median. تعرف ده معنى ايه? معنى ان ال AF هتكون median. وال CD هتكون median. وال PE is the median. قال لي هنا الام دي ساونتيمتر ام بي فور ساونتيمتر سي بي اقوالز ناين ساونتيمتر. طب انت عايز ايه? انا عايز في البي اف اقوالز كام ساونتيمتر. ساونتيمتر. البي اف لسعي لك من شوية. انت عندك ما تمهن ال AF is a median. يبقى الاف دي هتكون متبوينت السي بي. بالله عليك ركز. بالله عليك. استنى بس اخد بقى ايه? واحد اهوى كده. مم? مدام قال لي هنا ال AF ازا median يبقى الاف دي هتكون متبوينت السي بي. ولو جاء لك ان في ميتبوينت يبقى هتكون في ميتبوينت زي ما ناخد في المسائل. مدام ما جاء لك وقال لك ان مسلا ال AF ميتبوينت سي بي. يبقى ال AF ازا median. طب هنا بيقول لي احنا استفدنا خلاص ان ال AF دي median يبقى ال AF ميتبوينت السي بي. يعني ال Lens وفي ال P F هتكون ال AF يعني ال 9 over 2 equals 4.5 ساونتين يتر. ركز بقى في الجادة بقى. Lens وفي ال M C. ال M C. شوف جابنا عندي ال Vertex ازاي? احنا قولنا دي اكت? بتكون اكولز الدابل اف ال M D. بقيت الماديا. بقيت الماديا. يبقى ال M C اكولز الدابل M D. ركز بالله عليك. يعني هنا سري هنا يكون ساكس ساكس ساونتين بقول لك على حركة تانية تعملها وتفهمها علشان لو فهمتها هتساعدك كتير قوي ان ده يخلص على فكرة ده مهم. ولازم ان يجي منه سؤال في الامتحان. ده لازم ان يجي منه سؤال في الامتحان ودرجته مضمونة مع الحل الكتير. طيب. الام سي عايزين نجيبها ازاي? بالراشيو علشان اللي بنجي نكتبها في البروف. اول اه هو عايز اللانس هو في الام سي. بار باي اكول. بار باي اكول. ال بار ديت بنكتبها راشيو. هو عايز مين الام سي? الام سي راشيو بتاعتها بيكون كم? ازا ما قلنا تو. وجعيب اللي هنا اللي هي الام دي او الجيفن هنا انا جيب هال الام دي بسي راشيو بتاعتها بكام? الام دي راشيو بتاعتها بكام? الام دي راشيو بتاعتها بوان تتحط هنا. بدنا من الدول. ايه? ايه? مش فهم حال. نشوش كده. تعال اكنا نشوف الام اي. تعال اعمل لبرده عن طريق الراشيو. بار باي اكول. مش. تعال كده الام اي. الام اي الام اي اه. الراشيو بتاعتها بكامل عند البيس. ها? قول. تمام? او ملتيبلوية. جاب لك هنا بقيت الراشيو. اللي بتحطينا بعد الملتيبلوية. طب الام بي ديت او البي ام جامل عند تمام? ربما في الحالة دي راشيو بتاعتها هتكون بكام? بتحطينا. هتكون ايقولز تو سامتين لتر. نمبر تو نمبر سيل لو عارفت بتعملها كده راح ترياحك كتير قوي. كتير قوي. طب تعالي بقى ناخد سؤال من اسلة الامتحنت. اي بي سي از اتريانجل. ان ويتش سي دي ان البي اي ار تو ميليانز. انترسكتنج اتا بوينت الام. جبت سيكس وضيب ترتين. وقال هنا ان الدي سي بي تولد ما مش كتبها. اكتبها ولانا تولد. قال هنا في فاينز اي بريميتر اوف تريانجل دي ام اي. اللي هو اليالو تريانجل ده. وعلشان تجيب. يبقى انت لازم تجيب. والدي ام والاي ام. ده هنتكلم في كتير. انا بشرح لك. انا مش بحل لك. فتركز معايا في الكلام اللي هقوله. علشان نخلص نقافل الفيديو. وان شاء الله الفيديو اللي هنزل كمان شوية هيبقى حل تمرير معظم. تعالى كيف نمسك علشان تكتب بروف صح? علشان تكتب بروف صح? خد قاعدة. ودي ميزة بتاع التاني عددي. عشان تكتب بروف صح? بتجيب من الجيفن. اسمع كلام. ازاي? يعني هنا بيقول لك سي دي اند البي اي ار تو ميديونز انترسيكت اتزا بوينت الام. اقف لحد كده. مع لحد الكوما ده اقف. هتستفاد بقى. هتستفاد ايه? هستفاد يا عنا مستر. بيقول لي ان ده ميديا وده ميديا. لأ هنستفاد. هنستفاد ايه? هنستفنى ان الاولي. هتكون ايه. زين. دي بروف هاكتب لك بس ايه دي بس شوية. فهمة الحده دي. ادي ثبتة طبعا. اول ما يج LEGO يقول لك ان فيه يبقي فيه. عشان تقدر تستخدم. خلاص? تعال average منتر. Since CD and BE are two medians intersecting at the point of M. Then M is the intersection point of the mediums. The intersection point of the mediums. To give the lens of the M.D. عندها. Then M.D. equals. Par by equal. عايز ال lens of the M.D. تعال شوف ال M.D. بتاعتها بكام. قول. ها. جاية من عند ال P.S. مش من عند ال Vertex. ما هو Vertex اللي هو ال A. وال P.C. M.D. بتاعتها بوان. تمام. طب وجاب لك هنا ايه? جاب لي هنا ده تولد. عم كتب بعد الملتبلايت سنتيميتر. طب التولد ده بتاع مين? بتاع السي دي. طب السي دي ده بتاعتها بكام. بتاعتها بكام بثري. هتبقى مين. هتبقى مين? تابقى مين؟ تابقى مين؟ تابقى مين؟ تابقى مين؟ تمام؟ طيب. حنا كده خلاص جابنا ال LNF في ال M.D. ديب كام بثري. طب عايز ال M.A. 4. 5. 6. 7. 8. 13. بكين؟ كون بي 2 صح؟ هاف ملتبلاي 6 سانتيمتر يبقى تجربة و جابنا لننسق لسه مين؟ ال-ED أفقرت بحاجة أخذناه في بريب وان ولكنها لما يكون عندها كنا تفوين جو ويكون نخلنا في مثلا A P C E F بيقول لك هنا ان ال-F ميت بوينت ال-AC تمام؟ وال-A ميت بوينت ال-AB تمام؟ يبقى زين هنستفاد ان ال-E F بتكون برالل ال-B C بس كده؟ لا وال-E F بتكون برالل ال-B C هذا أول حاجة كمان ال-E F equals ال-HALF ال-B C equals ال-HALF ال-B C يعني لو كان ال-E F هنا 5 سانتيمتر يبقى 10 سانتيمتر ده أخذناه في بريب توب هو عايز ال-E F هم؟ ال-E D هتكون طبعا equals ال-HALF بتاعت السيرتين بس مش على طول كده احنا عايزين نكتب جات ازاي؟ احنا عمي ستربام هنقول هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ قاله بس بجنيه هنقول ايه؟ ال-E F مش انت لسه ايه؟ بس هو ما كتاب مجابهاش يعني ايه؟ يعني ما قالك ما قالك شيء ندي انا قلت لك هنا لازم يكون عند ال-E F عشان تقدر تقول الكلام ده؟ انت عندك هنا ملتبين لأ يعني عندي بسهار مون جود؟ زي since ان C D is a median ذي ملتبين لابين مش في مدين او يبقى في مدين في مدين يبقى في مدين ها نصورك شوة يبقى نقول لك الهد since C D ايه؟ هنستفدي. يبقى ازان ادي ميت بوينت الاي بي. زين دي ميت بوينت الاي بي. برضو عندك هنا البي اي انا عايزان انا نشوف نجيب الاي. البي اي اي از اميديان. اولو سنس بل نفس الكلمة البي اي اي از اميديان. يبقى زين الاي ميت بوينت الاي سي. بتعندك دم الموت وعندك دم البوينت. هنستفدي ايه؟ اقولك ازان. الاي دي اقوالز هامف البي سي. يعني كام? سكس بوينت الفاين. يبقى اي دي اقوالز هامف تايمز الثرنتين اقوالز سكس بوينت الفاينتر. يبقى انا قلتلو ايه? يبقى انا قلتلو ايه? قلتلو ان سن سن السي دي از اميديان ركز بالله عليك. يبقى دمت بوينت الاي بي. سن سن بي اي از اميديان زن الاي منت بوينت الاي سي. زن الاي دي اكون زنها بالس بي او البي اي سي. وبس كده. وبس كده. احنا كده خلصنا الدرس كشرح. ان شاء الله الفيديو اللي هينزل بعد كده حل التبنيل معاصر. هتقول لي انا في حاجة كده مش فاهمة انا معاك. استنى بس شوية كده الفيديو لما ينزلك خلص خلص الفيديو كده وركز. سداني هتفهم كل حاجة وهتحل لوحدك. حاول تحل بيدك. في الاول ممكن ما تعرفش تحل في الاول بعد كده هتعرف تحل نص نص بعد كده هتكمل. تلات تاربع بعد كده هتحل. هتوصل لحل. بس انت لازم تبدأ بيدك. خلاص? اتفرج على الفيديو مرة واتنين واربعة. هتزهقش. ما تحفاش. انا حاجة اكتفهم. واللي انت فهمته تكتبه اسلوبك. مش لازمة تكتب نفس الكلام اللي انا بكتبه. ما تتعودش على حقس. نشوفك ان شاء الله بعد شوية. سلام.